السلام عليكم وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى. الحمد لله رب بعد الرضا. الحمد لله رب ابدا ابدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واتباعه وسلم. اللهم لا سهلة لما جعلتها وسهلة وانك لو شايتها جعلتها الصعبة سهلة. عندنا بقى في الفيديو ده جماعة. السيمينال الفيزيكلز والإيجاكولات ريداكت. عبارة عن ايه السيمينال الفيزيكل ديا? زي ما انت شايف دي عبارة عن كويلد استراكشور. كويلد استراكشور ماتني كده هو انا امتني على نفسه. موجود فين? موجود على الباك. وحنا اتفقنا في الفيديو اللي فات دا وان دا انت هساعدتك قاعد في بطني. وبتبص على وبتبص على من وراء. على دا اللي اسمه البلادر بيز. والبلدر دي وهي افاضية بنوصفها منها بيرامي دا الستراكشور. وده البيز اهو بتاع الهرم بتاعنا. يبقى دي البيز اوف زا بلادر. فالسيمينال الفيزيكل دي عبارة عن كويلد استراكشور موجود على الباك اوف زا بيز اوف زا يورينا بلادر. شكلها ايه? الى حد ما هي كلها على بعضها كدوان اوفال انشيك. تقريبا طولها خمسة سنتي. يا ترى ايه الريليشنز بتاعتها? الريليشنز بتاعتها عند الابر اند. الابر اند. في الكروسنج الشهير. الكروسنج الشهير. الباز ديفرانس. عامل كروسنج للتيرمينال بارت اوف زا يوريتر. عند البوسترو سبيرو الانجل اوف زا يورينا بلادر. والتفارس فيديو اللي فات الانجل دي والانجل دي اللي بينتهي عندها اليوريتر. وبيخش جوه البلادر دي الانجل اسماها بوسترو سبيرو الانجل اوف زا بلادر. انا اوان جاست في اينا في التيرم الابارت اوف زا يوريتر بو كروسنج الشهير بتاع البازلي. طب انتيرو اللي في ايه? انتيرو طبعا اكيد الاخ الاحمر داو. اللي هي البيز اوف زا بلادر. طيب بوستيروليك في ايه? بوستيروليك في الريكتام. ولاترال ليك في ايه? وميديا ليك في ايه? ميديا اللي هي طبعا في النوفيخ ده هي. اللي هي الامبولة اوف زا باز. طب لاترال اللي هي الامبولة اوف زا بيلبس. اللي هي اللي فيتور ايناي مصلز. باقول لكي الرسمة دي تقدر تعتبارها مقدسة. لو انت اتقنتها تبقى انت اتقنت حتة كبيرة قاوي 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 في الاناتون. اولا انت اتقنت البوستيرول سيرفيس زي انتيرل ابدا الاول. والانترنال انجوينال referring اللي هي بدائية الانجوينة الكنال. واه اتقنت الصيد وال ** بالبس. والحاجات اللي معديها عليه. اللي هي الفاصظمي الليها. واتقنت منطقة البازوف زا راوراني بلادر. منطقة العدي عليك واربع خمس دروس. اولا ده بتاع البيز أوزا بلادر. ادي اول دارس. هتعد عليك في الريليشن افزا امبولا افزا فاز هدي تاني درس هتعد عليك في السيمنا الفيزيكلز هدي تالت درس هتعد عليك في الجاكلاتو داكت الرابع درس هتعد عليك في البروستيت هدي خامس درس واللي انت شايفوا ده كله الانتيريور ريليشن افزا ريكتا فكمان هتعد عليك في سادس درس في الريكتا فالرسمة دي في منتهى الجمال relation بتاعت كل structures دي بالrectum اللي وراهم relation للstructures اللي على side wall of the pelvis relation للمنطقة بتاعت الهيرنية وال indirecting one الهيرنية اللي بتعدي من هنا والdirecting one الهيرنية اللي بتعدي هنا والinferiobigastric artery والstructure اللي عمل لها relation الفاظ دو فحاجة بتاع السابع تامن دروس في الاناتومي مهمة جدا لها الرسمة ده هي يا ترى السيميل الفيزيكل زيان وظيفتها ايه كانوا زمان hobl وفاكرين ان السبيرمز بتتخزن هنا هوا واثناء بتروح للسبيرمز نازلة جاكلاتي ودكت عليوا رسمة والكلام ده absolutely wrong عمال نباصل لها يا جماعة السيميل الفيزيكل ديان دي الوظيفة بتاعتها انها بتفرز افرازات secretions كتير اوي 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 بتمثل جزء مهمة اوي من السائل اللي انت بتخزفه السائل اللي انت بتخزفه ده اللي اسمه semen طب ايه علاقتها بالسبيرمز مالهاش دعوة بالسبيرمز السبيرمز عارفك يا جماعة بتتخزن وبتطنع اثناء الإيجاكوليشن من الإبيديديمز التخزين بتاع الإبيديديمز والماتيو بتاع السبيرمز والماتيورتي بتاعت السبيرمز بتحصل في الإبيديديمز وبتنها مستنة في الإبيديديمز ساعة السكشوال انتر كورس طنطت بقى هنا هوا كده من الإبيديديمز عالفاز عالإيجاكولات ويقابل السكريشنز الكتير اوي اللي جعله من السيمنال فيزيكلز عليوريسرا على الخارج إيست اقول لك صحيح السيمنال فيزيكل ده هيا بتنتهي ازاي بتنتهي بانها بتجي او بتعملك داكت أوفزي سيمنال فيزيكل والداكت أوفزي سيمنال فيزيكل ده خذنا في الفيديو اللي فات داكت أوفزي منال فيزيكل بقابل نهاية الفاس ديفرانس عشان يعمل لك الداكت اللي اسمه إيجاكيولات داكت دا ما نظر تاني اهو للسيمنال فيزيكل والكروسينج الشهير ما بين الباز ديفرانس والإند أوفزي ورطر والميديا لديك الأمبولة أوفزي باز ونهاية السيمنال فيزيكل اهي داكت وفي سيمنال فيزيكل يتحد مع الباز ديفرانس عشان يعمل لك الإيجاكيولات داكت طب ناخد بقى الإيجاكيولات داكت إيه الإيجاكيولات داكت دا بقى يا جماعة الإيجاكيولات داكت داوان عبارة عن داكت بي يتكون نتيجة خدناها دي بقى نتيجة تلاقي الدكت أوفزي سيمنال فيزيكل مع الترمينيشن بتاع الباز ديفرانس بيبتدي هنا يتكون الإيجاكيولات بالضبط عند التلاقي دا هوا فين بقى على البيز بالضبط عند البيز أوفزا بروستيت البروستيت دي برضو عاملة زي الهرم بس البيز بتاحها بقى فوق فده بيتكون الكلام داوان بداية تكوين الإيجاكيولاترو داكت عند البيز أوفزا بروستيت وفين كمان على الباك وفزا بلادر بس على الباك وفزا بلادر بقى فين بالضبط عند الانجل اللي بتقال عليها بلادر نك الإيجاكيولاترو داوان فورمت بايونيون أوفزا داكت أوفزا سيمنال فيزيكل مع الترمينيشن أوف وعند البيز أوفزا بروستيت طول الإيجاكيولاترو داكت داوانا جماعة برضو أحسن لا أسمع لك الإيجاكيولاترو داكت داوانا الإيجاكيولاترو داكت داوانا جماعة طوله وان إنش وان إنش بالكتير يعني واثنين سنتين وان إنش الرسمة الحلوة دي بقى كمان برضو ربنا يخللنا رب ويشفي اللي رسم لنا الرسمة داعم إيجاكيولاترو داكت المفروض بيمشي في البروستيت داوورد أند فورورد رايح فين داوانا رايح عشان يفتح لك في البوستير رول اوزم بروستاتيك الوريسترى دا كتستشshop ما فكه في البروستيت داو كتستش faubどう Salvait عشان يبير لك والثوق إيجاكيولاترو داكتس وهم ماتين داوورد اند فورورد في البروستيت وهم ماتين داوورد اند فورورد في البروستيت بيكونوا حوالين الأخ اللي في النص دو ده اسمه بروستاتيك يوتريكل بروستاتيك يوتريكل وده إمبريولوجيكا الرمان والبروستاتيك يوتريكل دو فاتح فين دي اليوريسرا على فكرة ده جزء اليوريسرا اللي جوه البروستيت يبقى ده اسمه بروستاتيك يوتريكل دو اللي هو بيفتح في النص بالضبط في الميدل لاين في البوستيرول أوبزا بروستاتيك يوتريسرا وشايف فتح على يمين مين والشمال مين فتحلك على يمين والشمال بتاع الفتحة دي التو إجاكولات ريداكتس فيطلع لك بقى ده المنظر ده منظر جميل أول البوستيرول وفزا بروستاتيك يوتريسرا وفي البوستيرول افزا بروستاتيك يوتريسرا اهو طبعا التفاصيل بتاعتها حين أخذا احنا بناخد اليوريسرا هو احنا بناخد البروستيت بس المهم يعني ان في البوستيرول في الفتحة في النص دي اللي اسمه ليتريكل opening of the prostatic uterical وعلى أيمانها وشمالها openings of the ejaculatory ducts هذا بالنسبة لل seminal physical والأجاكولاتوري duct ونكمل بقى الفيديو القادم إن شاء الله للسبرماتي الكورن Thank you for good listening and good luck